السفير السعودي في اليمن يحصي عثرات أربع سنوات من الحرب لترتدخل العسكرية الأوسع لبلاده في تاريخها المعاصر ففي تصريحات أدلى بها السفير محمد الجابر لصحفة الشرق الأوسط أوضح أن الحوثي دمر اليمن وحطم آمال اليمنيين ونهب أموال الحكومة من البنك المركزي اليمني بصنع وأدخل اليمن في حالة قاسية من الفقر والجوع وجند الأطفال وعبث بحياتهم وأقام السوق السوداء وأعاق المساعدات الإنسانية والإغاثية وفيما لا جديد بنظر المراقبين في معطيات متداولة كهذه بنسبة لليمنيين فإن ما يؤرق الغالبية العظمى منهم يرتبط بعدم قدرة التحالف السعودي الإماراتي حتى الآن في تمكين صوتة الشرعية من إنهاء النفوذ العسكري للحوثيين الذين يعملون لحساب الأجندة الإيرانية وينفذون مخططاتها كما يؤكد على ذلك المسؤولون السعوديون مرارا وتكرارا لكن أكثر ما لفت الانتباه في تصريحات السفير الجابر روايته المبتورة بشأن الوصول السهل للحوثيين إلى صنعاء حين بدى جازما أن الصراعات بين الأطراف اليمنية التي كانت تحكم اليمن هي السبب في تسهيل سيطرة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على صنعاء الرواية تلك أخرجت الأزمة اليمنية في تلك المرحلة عن سياقها الإقليمي وعن التدخل المؤثر لدول مثل السعودية والإمارات وأمريكا في توجيه مسار تلك الأزمة لتنتهي بسقوط الصنعاء بيد الإنقلابين وفقاً للمراقبين الانتشار العسكري الواسع للسعودية في محافظة المهر الواقع إلى الجنوب الشرقي لليمن كان له ما يبرره لدى سفيرها في اليمن بكون المحافظة ممر رئيسياً لتهريب المخدرات والسلاحة لذا كان من أهداف هذا الانتشار وفقاً للسفير هو مساعدة الحكومة الشرعية في بناء وتدريب قدرات خفر السواحل وفي مكافحة أعمال التهريب والإرهاب على حد قوله تصريحات كهذه تتضمن ما يصفها المراقبون بالدعاءات تذهب حد الجزم بأن محافظة المهر تخل من قوات لخفر السواحل ومن أي جهة قادرة على ضبط المساحة الشاسعة في هذه المحافظة وبقي أن هذه التصريحات لم تأخذ بعين الاعتبار الهبة الكبيرة لأبناء المحافظة ضد الانتشار العسكري السعودي الذي يرونه تنفيذاً لمخططات تستهدف الاستحواذ على محافظتهم وتحيي مشاريع وتطلعات قديمة للمملكة في الوصول إلى بحر العرب